عربت دولة قطر عن رفضها واستنكارها لاتهامها بمحاولة زعزعة أمن واستقرار البحرين من خلال بث التلفزيون الرسمي للبحرين تسجيلا لمكالمة هاتفية بين سعادة السيد حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص لسيدي سمو الأمير والسيد حسن علي محمد جمعة من جمعية الوفاق البحرينية التي تمت ضمن جهود الوساطة الإلكترية المعلومة حينها وتعمد إظهارها على أنها دعما قطريا لجمعية الوفاق وتدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية البحرينية في محاولة ساذجة ومكشوفة لمغالطة وقلب الحقائق وإخراجها عن سياقها الصحيح وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم أن هذه الاتصالات تمت ضمن جهود الوساطة التي قامت بها دولة غطر بعد وقوع المظاهرات في البحرين عام 2011 بموافقة وعلم السلطات في البحرين حيث قام معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بحضور المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية بزيارة للبحرين واطلاع جلالة الملك على كافة جهود دولة غطر في هذا الشأن وتوقفت الوساطة الغطرية بسبب اتخاذ غرار بالتدخل العسكري لفض المظاهرات والاعتصامات وأوضح البيان الصادر من وزارة الخارجية أن ما يؤكد علم البحرين بهذه الاتصالات إجراء المكالمات على الهواتف العادية بالبحرين وعدم إثارة البحرين لهذا الموضوع طوال الأعوام الماضية ولا سيما خلال أزمة سحب السفراء في عام 2014 كنقطة خلافية وأن كل ذلك يعد أكبر دليل على التخبط المستمر المؤسف في اختلاق التهم المرسلة لدولة قطر وتساءل البيان لماذا لم يتم نشر هذه الاتصالات عام 2011 بصورة التي تم الإعلان عنها الآن مشددا على أنه اغتطاع أجزاء من المكالمة وبثها في هذه الظروف الخلافية والتوترات الراهنة ويأكد بالدليل القاطع استهداف دولة قطر ومحاولة الصاقة التهم بها كما يعد تنكرا لجهودها ومساعيها التي هدفت لإنهاء الاضطرابات وتعزيز أمن واستقرار البحرين وأضاف بيان الخارجية الإكترية أنه ليس من المستغرب إخراج هذه الاتصالات عن سياقها لأسباب مفهومة يعلمها القاصي والداني وهي عدم المصداقية والإفلاس الحقيقي بشأن هذه الاتهامات والإدعاءات العارية من الصحة ضد دولة قطر منذ نهاية الشهر الماضي من قبل القائمين على هذه التصريحات أو المحرضين عليها وأكد البيان على التزام دولة قطر الدائم والمستمر بكافة المبادع التي قام عليها مجلس التعاون والتأكيد على أن سياسة دولة قطر تتأسس على مبادع حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكافة الدول